اشتركوا في القناة السفير بسام رادي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان السيد الرئيس اعرب عن تقدير مصر للدعم الذي يقدمه الصندوق للمشروعات التنموية في مصر على مدار عقود باعتبار الصندوق شريكا استراتيجيا هاما يساعد الحكومة المصرية في تحقيق اهدافها التي تتعلق بالقضاء على الفقر في المجتمعات الريفية وتحسين المستوى المعيشي للأسر بالمناطق النائية كما رحب السيد الرئيس بافتتاح مقر الصندوق في مصر مؤكدا سيدته تطلع مصر للعمل مع الصندوق من اجل تحويل مصر الى مركز اقليمي لادارة اعمال التنمية الزراعية في المنطقة كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وقد جاء هذا الاجتماع في اطار متابعة سير المشروعات الاستراتيجية التابعة لوزارة الكهرباء وتدعيم منظومة الكهرباء في مصر وتحديث بنيتها التحتية وقد وجه السيد الرئيس بالانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية ورفع كفاءة المشروعات القائمة مع الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد في هذا الخصوص بما يضمن استيعاب زيادة الاستهلاك وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء البلاد لسيما محافظات الصعيد والمناطق النائية وذلك في ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من أهمية قصوى في تلبية احتياجات مصر التنموية وتوفير الطاقة للأجيال القادمة وتنويع مصادرها كما وجه السيد الرئيس بالمضي قدما في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار خاصة في ضوء ما تحققه من مصالح متبادلة وحسن إدارة الطاقة الكهربائية لتعظيم الاستفادة منها على مدار العام سواء بالاستهلاك المحلي أو التصدير فيما بين الدول التي تتصل بشبكات الربط بالإضافة إلى التوسع في المشروعات القومية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة كما اطلع السيد الرئيس خلال هذا الاجتماع على تطورات أعمال إنشاء البنية التحتية الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة لا سيماء الموقف التنفيذي لأعمال تركيب المعدات والخطوط وأعمال التوصيلات ومد خطوط الكهرباء وأنفاق كبلات الضغط فائقة الجهد الكهربائي موسيقى موسيقى